موسيقى السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سوف نقوم بتقاشر سوف نستعمل بمبون ونخلط البيض كيلو وليس متوسطة السمك يجب ميد درهم ولكن يجب قليلا يضع على الماكينة الرقيقة سوف نقوم بتقسيم ثانيا سوف نصرها كل ذلك ونقوم بتقسيم نظر بنسبب الدائرة السحرية ونقوم بماء سوف نقوم بتقسيم في داخل الدائرة يوجد 11 نصف عمود نضيف 11 نصف عمود سوف نزيل 10 نصف عمود سوف نضيف 10 نصف عمود نضيف 10 نصف عمود سوف نضيف 80 نصف عمود لا نضيف 30 نصف عمود سوف نضع هذه الخطة سوف نضع هذه الخطة سوف نضع هذه الخطة لكي تبقى هذه الخطة نضع هنا الكراشي نضع نصفها نضع جوج نضع زيادة نضع الأخرى نضع خطة لنضع الأخرى نضع الماء نضع هذه الخطة من خطة نضيف جوج نصف عمود نضيف زيادة نضيف جوج نضيف جوج سوف نضيف جوج نضيف جوج المهم أن يكون مجموعة لكي يكون لكي 24 نصف عمود اكملها مرة اخرى اكملها 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 السلسلة اكملها انا اخشي في السلسلة سأخشي ومشي وكومل اخشي اذا اجهان اشتراض افسي ايرى اجهان اهان ايهان بنزلق منزلقة سوف ننجح بنزلق ونجح ونعمل كل واحدة نقوم بها بداية لن نجح لن نعمل هنا فإنه نعمل نهز الخط نقوم بقية نصف عمود نضرب كامل عليها و دائما نقوم بقية 24 لا تزيد تنقص هذه الدائرة كاملة أنا كمّلت هذا المستر نق 14 هذه نعطي السلسلات نصفج القرجة منظلق أخذي الكروشي و نضخ هذا المنزل هذا المنزل يجب عليها أي قياس يجب أداره هذا يجب على قياسي أكل 37 هذا هو القياس تقبطي رجلك تنزل سوف تنزل هذه المساعدة هذا هو القدم هذا هو القدم لن تعلن معك سوف تديره بحال هكذا سوف تنزل هذا سوف تدير هذا سوف تدير سوف يبقى لك شيئا من هنا خارج صغير و خارج كبير هذا هو القياس لن نزيده لقد وجدت أن رجلي خارجة والصبع الكبير و صبع صغير يجب أن تقوم بحالك لن نزيده إذا كنتم تنزل فقط لا يزيده لن تعمل هذه السيئة سوف تنزيل ونزيده إذا كنتم تنزل عليك التركان لا بدور الشرع وعد لن نقوم بسطر سوف تتخدمون أول اول اولي اخر ثالثة تجربين نصف عمود ثم نصف هذا و جوج نصف عمود الثالثة تجربين تبقى كل الجوش فيها واحدة واحدة و الثالثة تضبلي فيها هي التي تتبري فيها زيادة لتوسعها تحسي بقياس الدرجة لكوه سوف تحبسي عندما تحبستها سوف ندخلها بالبيض سوف نضيفها منزلقة سوف نخشيل سوف نخشيل منزلقة و سوف نضيفها سوف نخرج منزلقة سوف نضيفها ندخلها و ندخلها و ندخلها و نخرجها من هنا ندخلها و ندخلها و ندخلها و ندخلها و نبدأ هذه الزواق سأولي الزواق ندخلها و نضوط لغرزة فم اصلت إلى lindo سوف نضيف غرزة عمود اضافة غرزة عمود اضافة غرزة عمود اضافة غرزة عمود نضيف حشو هذه الثانية عمود هذه غرزة حشو كمعل وسط حشو غرزة حشو وحدها غرزة عمود غرزة حشو وحدها غرزة عمود حتى نكمل الثورة كاملة اكملت الثورة الأولى سوف تجد الثورة دائما 24 اذا اكمل الثورة هذه هي الثورة التي كانت لديها غرزة عمود بما انني بدأت بغرزة حش وهذه هي السنية للولا ليدرس سوف نقفل بمنظلقة ولكن لا سوف نخرج سوف نقفل سوف نقفل سوف نقفل هذا الأزرق الطويل هذا الأزرق الذي كنت نقفل به وهو الذي نقفل به ونخرج ونقفل الخيوط وحاولوا عندما ندخل اللون الثاني دائما كروازي عندما ندخل الخيط الثورة دائما نقفل بحلقة بحلقة لا يمكنك كروازي لكي لا يكون هنا تقابي اذا هنا اخرى كانت سطر الثورة سلسلة غرزة حشو سوف نقفل سوف نقفل سوف نقفل غرزة عمود سوف نقفل ثلاثة ثلاثة سلسلة سوف نقفل الخيوط سوف نقفل ثلاثة ثلاثة هذه الثورة غرزة حشو سوف نقفل سوف نقفل غرزة حشو سوف نقفل غرزة حشو سوف نقفل غرزة حشو غرزة حشو غرزة حشو غرزة حشو ونقفل غرزة حشو ثلاثة غرزة حشو نضيف حشو لديه عمود الأبيض نضيف حشو على الأبيض نضيف حشو نضيف حشو عمود فوق حشو عمود فوق حشو و حشو فوق عمود كملت هذه الضوارة بغرزة حشو و انا كنت بدأت بثلاثة سلسلة مانية بثلاثة سلسلة مانية و غرزة عمود سوف نقفل هذا الضوار سوف نقفل هذا الضوار سوف نقفل الكروشي الأخصان إليها سوف نقفل الكروشي سوف نقفل غرزة تجمع الإنسان ثاني نفس العمل ات janvay أقوم بغرزة حشو ثم سنقوم بغرزة حشو أحسس فقط بغرزة موجود سوف نضع غرزة حشو و سوف نضعها نتمنى أن تكونوا فهمتوني سوف نكمل لا توجد تغيير هذا الشيء يتم تغيير لكي تكون لديكم غرزة خيوط تجدوها و ندخلها بالبراع سوف نكمل سوف نكمل هنا لدينا غرزة حشو و سوف نضع عمود لدينا غرزة عمود سوف نرفق منها حشو و هناك حشو سوف نرفق منها عمود و سوف نقوم بها سوف نقوم بعمل و لكن كل أسطر أحسن حسبي لكي لا تستطيع زيادة و تكون لكي تزيد العيون سوف نقوم بعمل نفس الطريقة سوف نكمل حتى الفين سوف نقوم بعمل سوف نقوم بعمل بعمل وسوف نقوم بعمل وسوف نقوم بعمل و حتى تصل إلى القياس هنا لن تبدأ الرجال و نحبس هناك نسبة لنسوبة هناك نسبة لجريك ينطلع بطاولة على هذه الطاولة هناك القياس ستقوم بسرعة تقوم بسرعة عرض و الطولة لا تقوم بسرعة كبيرة لنطولت وزدنا القدم يجب أن تجبد يجب أن تجبد يجب أن تجبد يجب أن تغيرها يجب أن تحافظوا عليها يجب أن تقوم بغرزة حشو يجب أن تقوم بغرزة عمود سوف تكمل قمت بغرزة أعطيكم العبار من هنا من هنا 8 سنتيم يجب أن تقوم بغرزة 30 ومن هنا 15 سنتيم يجب أن تقوم بغرزة 20 سنتيم 10 سنتيم كمت بغرزة كمت بغرزة كمت بغرزة كمت بغرزة سوف تقوم بغرزة كمت بغرزة كمت بغرزة لا تزيد تقوم بغرزة كمت بغرزة كمت بغرزة ونضيف فرق يجب أن تقوم بغرزة 24 عدد العين يكون 24 سوف نقسمها على ثلاثة جوجة 24 مقسمها على ثلاثة هي 8 سوف نقوم بإمكانها 8 في الجهة سوف نقوم بإمكانها 16 عين و هنا سوف نقوم بإمكانها 8 سوف نقوم بإمكانها 6 لأنه صفة جيدة ويجعلها هنا سوف نعلم命 حسنا لأنه سوف نقوم بإمكانة ونقوم بالإمكانة نقوم بتصليح�� كما نقوم بإمكانته إ Kristi إذا سأقوم بإسبق مات القليل ثالثة نضيفها بمونزالقة ونضيفها بمونزالقة نضيف داخل الأزرق هناك الخيط قمت بعمل لنضيفها ولد من الحية نضيفه الضوبيضة نضيفه الضوبيضة بالتسلط أعطي فيها ونخيط أنا أصلا أنا أصلا أنا أصلا سأخيط اللي كانوا عندنا هنا وبأي أدخلت فيها وإن أدخلت فيها لذلك لا يتبقى أيضا وإنه فشلت هذا الخيط قطعت ولكن يمكن أن يدخلها وإنه يمكن أن ندخل قطعنا هذا الخيط سوف تجعلها هذه الخدمة هذه الوسطة التي نزيلها سوف تجعلها سوف تجعلها لتجعلها لتجعلها ثانية سوف تجعلها أمسك ثلاثة ثلاثة سوف نضع حاجة سوف تجعلها نتجعلها سوف نحسب ثلاثة من الجهة او من هذه السادسة سوف نخشي فيها لا نقوم بعمل نقوم بعمل لا نقوم بعمل او من هذه الوقت سوف نحن نقوم بعمل اخرين سوف نقوم بعمل نقطع هذا الأزرق من هنا نقطعه ونخرجه من هذه من هذه العين ونصد نقبط هذا الخط الأزرق سوف نخدم نصف عمود سوف نشد هذا الخط الأزرق فقط لا نقطع هذا الخط الأزرق ونبطه كعين سوف نقبط هذا الخط الأزرق ونضع هذه العين ونضع هذا العين هذه الحفظ والتي لا يوجد مشكله هذه العين لكي يجعل عنوان ستتضر هنا ستتضرب من جوز السلسلة هذه تقليل غرزة نصف عامود ستضرب الخطة ستقوم بأسفل نصف عامود ستنفع الرسالي نخدم القدم نقوم بوضع الأمام نقوم بوضع نظرة نقوم بوضع القدم ثم نقوم بوضع القدم يخشي الاشتراك أجل فلنزعين لدى القطعة لأن هذه مهطة لذلك نقوم بحدهم على سبيل الساعة من الساعة سوف نزيل المفتاح P's نحن نقوم بالنصف عمود بحركة كنا نقوم بالنصف عمود نصف عمود هذا الخط الأول الذي دخلت هنا الذي كان لديه دائرة هذا الخيوط يجب دوم معكم لا تزيد العيون لا تزيد العيد هذا خط الأول الذي يجب للخط الأول وإن سوف تنجيره بهذا المشدد وأن المشدد عمودة وعندما أضل المشدد أعتقد أنه المشدد من خط الأول لأن المشدد من خط الأول لن نفعل الحق ولكن لن تبقى ماة تجب عليهم هذه المشدد أجل تحديث في إختار أجل تحديث في إختيار تبقى شبان هذا الوحيد يبقى حالك بالمقص هذا سوف نقوم بها سوف نقوم بها نقوم بها الغرزة في الداخل نقوم بها ليست قد ترك الجج فوقه سوف ندور لتقوم بها بعدم نقوم بها ثم نقوم بك نقوم بسلسلة ثم نقوم بسرعة سنقوم بسرعة و نعمل السرع في حالة عمود سنقوم بقريبا و نعمل الى دخل نبدأ بالقريب نعمل على عين و نقوم بقريبا نعمل عدد نعمل الى دخل سنقوم بقريبا كي يكون لدي 18 عين في الأخيرة كما تكون لدينا في الأول كي تكون لدينا هذه الضفيرة إذا ختمتها عادي لا تباني لا تباني كي تباني لدينا خطة لا تباني هذه الخطة يمكنك أن تباني و لكن كي تباني أخذ هذه الخطة نكملها إلى الأخيرة أمسف عمود إلى الأخيرة كما تباني عين قبل الأخيرة سوف نضع سوف نضع السلسلة سوف نضع و سوف نضع إلا أنكم سوف نضع سوف نضع سوف نضع هذه الخطة سوف نضع السلسلة سوف نضع السلسلة سوف نضع السلسلة سوف نضع سوف نضع السلسلة سوف نضع السلسلة السلسلة سوف نضع السلسلة ونظر ويكون لديكم نفس العادات عندما أخذت الى درس هنا لم يكن أخذني هذه السلسلة سبقا لي برا إذن لم يكن نعمل هنا لم يكن نعمل هنا نعمل في هذا 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 صعب هذا ليس صعب لذلك سبقا لي أخذت نفسي إذا اردتتها ونعمل لديكم لا أريدها سوف تعملون هنا سوف تعملون نصف عام نعم هذا سوف تعملون لما نعمل أتجد من سملا سوف تعملون كما أن يكون سوف تعملون سوف تعملون اتجمع هذا ويجيب حالك وحده على وحده فشي جهك سوف يحبسي حسنا لان ساعات سنطلع الفوق سوف انا اخدمت العدد الذي قدمي اذا سوف اشتد دبا اذا سوف اشتد دبا سوف اشتد دبا سوف اتجمع الى 18 سوف اتجمع الى 18 سوف اتجمع الى 18 سوف اشتد دبا اهي دبا الوجه بالفكرة انا اتجمع سوف اتجمع الى 18 سوف اتجمع الى 18 انا اقوم بمجرد الوجه لا اقوم بمجرد الوجه ان ارى تدير الوجه مجرد الى 18 انها قدر تدير الوجه نشدها هذه سوف نقلب الخياطة في الوجه سوف نقلبه لكي تأتي الخياطة سوف نقلبه و تأتي الداخل فهمتشوني؟ سوف نفكر سوف نقلبه سوف نقلبه فهمتشوني و فهمتشوني سوف نقلبه بعدها سوف تأتي الخياطة سوف تؤدي الخياطة في الوجه سوف نقلبه سوف نخذ الكروشي و سوف نقلبه على العلاف سوف نقلب القرشي سوف نخدم الكروشي سوف نقلبه سوف تحضره سوف تحضره سوف تحضره هنا هنا سلسلة سلسلة سوف نشد الخط هذا الخط الذي يوجد سوف نقلب هذا هذا سوف نشد هذا سوف نقلب غرزة حشو نشد هذا نشد هذا 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 غرزة حشو هذا نقلب غرزة حشو هنا هنا نقلب غرزة حشو لا يزال لا يزال لا يزال هذا سوف نقلب هذا هذا خط 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 نقلب هذا خط 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 تحضير امكانه اصبحت لشبه نكمل نجمع هذه المثال نجمع هذه المثال انهزه و نفعل نزلق و نصف y salina و هل نصف نحن نقوم بقليل لدينا هذه الضفيرة يوجد هذه الضفيرة كيف نتشي حاجة لو كان خيطنا مبره ستجينا هذه غليطة بره سأذهبت لكها إذا ندبها هكذا سنفعلها سقطعوا الخات أنا كنت أضيفا أولا يجبد لن أخشي ونجبد لا تقلق لا يوجد ركس كذلك سوف ندخله من بعد سوف ندخله من بعد سوف ندخله سوف ندخله لا يوجد شاء سوف ندخله لنضعها للفوق لنضع القشرة لن ندخله سوف ندخله سوف ندخله سوف ندخله بنظم ندخله لم يدخله لننطلب قليلا لن يمكنك التصوير لن تس יש الساعة سوف ندخله الساعة ندخله نحيط هذا الشيء نحيط هذا الشيء نحيط هذا الشيء فقط في ثانية خدمته ونأتي ونأتي إلى هذا الواسط هنا ونهزع عين ونهزع عين ونهزع عين ونفعل العين ونفعل العين خشيتها سلسلة ونعطي الأخيرة ونطلق أخير فقط أخير سلسلة ونعطي كل وحدة نحتاج إلى أن نهزع لكن ننهز وقاخير ادخل الرجل اذا لم تكن منتجه لم تكن منتجه و ادخل الرجل ان انا مستعد هنا انا هنا تكون هنا السلسلة سوف اضع الخطة ثم نحن سوف نعطيه الأمر يجب علينا هذه السلسلة من بعد هنا نضع الأعمدة نضع الزرز حشو هذا هو غراز حشو سوف نحاول نجمع بشكل محلول سوف نخشي وضع الخيوض يجب ان يكون نظيف سوف نقوم بشكل محلول في الجنب سوف نقوم بشكل محلول في الجنب سوف نقوم بشكل محلول أفضل الغراز التفضيل سوف نقوم بغرز حشو سوف نقوم بغرز حشو نقوم بغرز حشو سوف نقوم بغرز حشو نقوم بغرز حشو سوف نقوم بغرز حشو سوف أن تصافح لاحقا لديكم سوف تماما سوف نقوم بغرز حشو ماشيح المحزم middle-cing لا تنقوم بغرز حشو لم تفوتها سوف نقوم بغرزة حشو لان يوجد غرز حشو يكون ثقابي اضغط هذه غرزة يوجد غرزة نصف عمود طفل اضغط قمت بصوص لا يريد ان يكون واسع اما اضغط لدينا نصف عمود قمت بصوص قمت بصوص مرحبا هذه هي كبيرة ندري أن تكون فيها الجوش لأن كل ما ازيت العيون لديكم العيون لديكم العيون لديكم العيون المهم ان لا تستخدم القياس لرجلكم إذا كانت رجلك غليظة لديك الساقة عامر وغليظة و اختيها لا تدخل اذا اهزي العيون كان رجلك عادية لا تهزيش بثاف اهزي كل واحدة واحدة وصافي صافي حتى نصل هنا و نصد بنصف عام نصد بمنزليقة شفتون نصد منزليقة و سأخذ اقابل هذه الغرزة التي نلتخل قريبا و اقابل هذه الغرزة البواقية و نملأ لكي جادة و اقابل الغرزة يسافي بالتابع عامر هكذا سنضيف هكذا سنضيف نعود Warrior في الخيط الزرق نعود الكريط في الحلقة كبيرة هذا الخط صغير يشتده إلى حانس وهذا الجوج سوف ندعوه في الأجزاء سوف ندعوه هنا سوف نبدأ بغرزة حشو هي سلسلة سوف ندعوه و سوف ندعوه نجدوه أمود لننفق ندعوه سوف ندعوه عمود سوف ندعوه و سوف ندعوه و ندعوه أمود حشو عمود حشو عمود حشو عمود حشو عمود حشو عمود حشو عمود أحضر الم لشري حشو عمود حشو عمود يدخل المطلوب لا يجد المطلوب نضيف عمود ونرجع في عمود عمود نرجع عمود حشو نرجع عمد هناك عمد سوف ترجع حشو لا أعرف أن هذه المزلقة معي عجبة لقد أصدق بزدربة هناك عمد هناك عمد هناك عمد سوف ترجع حشو هناك عمل حشو نمشي نستدق بزدربة ثم سوف نصدق أنا أرى تلك حشو أرتب result 3 مستدق بزدر ولمزلت له غير مزلت حشو أنت لم ألقاء كمنا في وكذا أتيت الإختيار سوف تنشئ في حال ما أرى سوف ترى حسب العرض لجلد من الأمر تدري غرز من فوق تدري غرز يجمع يزيد يجمعها يزيد يجمع لك هذا الرجل ومنين ستقوم بتقريض الحفصة ستقطع الخيط ستحبس ودخل الخيط سنكمل ونطلقها ونطلقها انا كملت ثلاثة سطورة بيض وقطعت الخيط سمحوا لي يا ستقوم بتقريض الدمي ثلاثة سطورة بيض سنقوم بتقريض الحفص ومن بعد سيقصت لأخير في الصور أوضع الزرق ونجد X ونقصن لكبرشي ونقصن المنزالقة نجبد الخيط ويصدق معي نضيف غرزة حشو نضيف غرزة حشو نبدأ من العين نضيف غرزة حشو نضيف غرزة حشو نضيف غرزة حشو نكمل فوق نضيف غرزة حشو 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 تقريبا اكملنا التقشيرات سوف تكملوا 6 طراج حالما لا تريدون سوف تحبسوا الخيط و تدخلوا الخيوط و تصابوا اخر بحالها نفسها انا اضافوا 4 أو 5 خطوطة غير غرزة الحشو سوف تكون قد اضافة غرزة منصرقة و سوف تكون هناك تقشيرات موجودة و أتمنى ان تكون اعجبتكم في هذا الفيديو فهمتوا الشرح لي و تبعتوا معي لذا اعجبتكم الفيديو لا تنسوا اذا كنتم مشتركين في القناة تشتركوا معي لان اذا كنتم مشتركين و ادفعوا الجرس لان اصداد الفيديو الديمة لا تنسوا اضافوا لي لايك شكرا بشكل انا كنفرح بالمشاهدة والتعليقات و تدفعني لكم حيث اذكر نقلب على شيء اضافي و تنفعنا لا تتعجبنا شكرا الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله